تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيفيس بورد الأكثر تنوعا من حيث أشكال أفكار المحتوى الحرب الأهلية من أسوأ وأبشع أشكال الخلافات السياسية بتخلي الأخ يقتل أخوه بتخلي الشخص ما يرحمش إبن لحمه دمه وبتخلي الناس تفقد عقلها تفقد منطقها وتفقد حبها وحكمها لصالح البلاد وببلشو الأعداء من بره يتدخلوا يفزدوا هذا على هذا ويدعموا هذا عشان ما يخسر بس ما بيدعموه عشان يفوز بتظل الأمور مستدامة وبتضيع ثروات الوطن وبتضيع الوطن في النهاية لكن في تاريخ الحرب الأهلية في حرب انصدمت وتفاجأت بقوة سحرية ما كانت متوقعتها قوة كرت القدم قوة ديديد روكبا وحرب تاريخية في أفريقيا اتوقفت عشان كرت القدم هي اليوم في قصة الجمعة اللي حندخل بتفاصيلها وكالعادي بذكركم لو عجبكم الفيديو بتتركوا لايك ولو ما عجبكم كمان بتتركوا لايك لأنكم أصحابي الحرب الأهلية الإفوارية الأولى حرب استمرت أربع سنين خمس شهور وثلاثة عشر يوم قصة الحرب انه في رئيس دولة في انتخابات جاي له منافس دور على عيوب فيه عشان يطلعوا من المنافس لأنه المنافس كان أقوى منه على الأغلب بالانتخابات فقال بدي أطلع قانون جديد من يومه طالع ممنوع حدا يترشح لا رئاسة سحر العاج إلا أبوه وإمه مولودين بساحر العاج وهون تم استثناء مرشح الشمال فبدأت حرب أهلية بين أهل الشمال وأهل الجنوب في ساحر العاج حرب ما توقفت وجاءت تصفيات كأس العالم جاءت قرعة تصفيات كأس العالم بمجموعة قوية كثير على سحر العاج اللي عمرها ما لعبت كأس عالم مصر كاميرون وأيضا في السودان وبينين وليبيا مجموعة من السهل أبدا على سحر العاج حاولت لكن وصلت نهاية الجولة التاسعة وهي حضوضها أقل من حضوض الكاميرون المتصدرة الكاميرون متقدمة بنقطة عليهم محا عشرين والسحر العاج محا تسع عشر ومش بس لهون الكاميرون هي اللي حتستضيف مصر اللي أصبحت أيضا ما عندها أمل تتأهل في التصفيات وبالتالي بتلعب مع فريق ما عنده ذلك الدافع في حين سحر العاج راح تلوك تلعب مع السودان والمباراة في أرض السودان يعني على المنطق على الورق الكاميرون بأرضها متقدمة بنقطة مع فريق ما لهوش أمل سحر العاج تلعب برأ أرضها فرص سحر العاج أقل بكتير من فرص الكاميرون لكن سحر العاج عملت اللي عليها في مباراةها مع السودان فازت ثلاثة واحد بس في مباراة الكاميرون كان فيه هدف مبكر للكاميرون بالدقيقة عشرين كانت رسالة إنه خلص بدأ نتأهل في الدقيقة 79 لاعب مصر بحمد شوقي بيجي يقولهم استنوا بدي أعدخل أنا في المعجز اللي حينحكي عنها العالم بدي اسمي ينذكر حمد شوقي بيسجل هدف التعادل وبتصير النتيجة واحد واحد خلصت مباراة سحر العاج اللي علي بتجمعوا داخل الملعب عرفوا إنه النتيجة تعادل بلشوا يستنوا خبر سافرة الحكم عشان يحتفلوا ويفرحوا وبتفاجأوا إنه الخبر اللي بيجي سافرة حكم لكن هالمرة مش سافرة نهاية بل ركلة جزاء للكاميرون في الدقيقة 94 انتهى الحلم الحلم راح سحر العاج مش هتقاهل بتقدم لاعب كاميروني اسمه ومي بيسدد ركلة الجزاء وبترتد من القائم وبتنتهي المباراة وبتتأهل سحر العاج بهذه المعجزة الجميع تساءل ليش من صاموا الإيدو المختص سدد لحظتها الجميع اتهموا بالخوف اتهموا بالجبن قالهم لا أنا كنت راح أشوت لكن وامر إيجي قلي أنا شاعر إني حسجي لها ولكن هذا الشعور كان من حسن حظ سحر العاج كدولة مش كمنتخب بس درقبة سجل تسع أهداف في تلك التصفية ثم أحد تفوق عليه في تصفيات الأفريقية إلا أدي بايور اللي سجل إحدى عشكان درقبة هو اللي حامل سحر العاج على أكتافه نحو كأس العالم في ألمانيا الجميع عم بيحتفل بسحر العاج مبسوطين نصر تاريخي تأهل لأول مرة كل شيء ملائم لأنك تفكر خارج الصندوق وهون درقبة كان عم بيفكر خارج الصندوق جمع اللاعبين في غرفة تغيير الملابس ودع الكاميرات تدخل عندهم ومسك المايكروفون وقال رسالة مفادها للشعب الإبواري أرجوكم أوقفوا الحرب خاطب رئيس بلاده خاطب شعب بلاده بلى من هذه الحرب شو مستفيدين منها وقال الأهدي تنشفر sous تحصول الواحد سبيل، أيها الوصد نحوز، أنا، لقد تم عبر تشعب البحر، تتعب بالمقروح جاهز سعيداً على أي أنتظر وقال، منه سعيداً لدينا نحوز نحوز جيداً، جمع هل سميز أجد، أنتم بحضور هل سمتون من hacerس satu؟ يمكن is استعمال جمع تلك اللحظة ذلك الفيديو غير النظرة لليوم على اللاعبين سحل العاج غير التزام لعبين سحل العاج اشتجاه وطنهم لليوم اصبح لهم نظرة خاصة انهم مش زي لاعبين افريقيا اللي متهمين دايما انهم اول ما يطلعوا يلعبوا مع اندي وتدفع لهم رواتب كويسة بتركوا بلادهم وبينسوا شو بصير فيها من حروب وغيره اثبت هناك بهذه اللحظة لديد رقبة والزملائه لعبة سحل العاج عندهم انتماء مختلف وظلوا مختلفين للعلم لسنوات طويلة وما زالت النظرة لهم انهم منتمين لبلادهم اكثر من غيرهم بي بي سي قابلت ناس كانوا داخل سحل العاج في تلك اللحظة في لحظة التأهل وبقولوا اثناء مباراة السودان الجميع نسي انه في حرب اهلية برا واحدهم قال اثناء مباراة السودان شعرت انه سحل العاج متحدة واصبح الشعب الابواري بيدرك انه هذه الحرب مش عشاننا مش عشان بلدنا مش عشان ترواتنا مش عشان وصلحتنا هذه الحرب عشان اثنين بدهم السلطة لازم نحاول نغير الواقع ثاني يوم بعد تصريح درقبة ما اجت الامور السلام مباشرة ما تحولت لسلام ثاني يوم ردوا عليه لا لكن بتقول صحيفة قابل ثاني يوم تغير المزاج العام تماما في سحل العاج الجميع صار بده سلام ضغط على المسؤولين اللي بيعاملين الحرب الاهلية ما سمعتوا درقبة انه قالكم وحدوا صفوفكم ودولتنا فيها ثروات تعالوا نبنيها في مليون دراسة بتثبت تعلاقة نتائج كرة القدم بمزاج الشعب بمزاج المجتمع بادراكه لبعض الحقائق في حياته ومنها ادراك انه معظم الحروب الاهلية هي عبارة عن سعي اشخاص لمصالح وبيع افكار للناس عشان يذبحوا بعض ولكن الاثنين اللي بيكونوا اشعلوا الحروب عم بدوروا عن مصلحة القصة ما خلصت هون الضغط اكثر واكثر نحو السلام حتى جاء عام 2007 وهناك درقبة كان احد الرعاة الرسميين لفكرة مهمة جدا كان في مباراة مع مدغشقر كان لازم تقام في ابي ديجان عاصمة سحر العاج لكن درقبة وغيره اقترحوا كثير على انها المباراة تقام بابواكيه ابواكيه كانت هي مركز التمرد ضد الحكومة المركزية في سحر العاج طالبوها تعالوا نلعب عندهم ووافق الرئيس وهناك روايات بتقول انه الرئيس هو اللي اقترح على درقبة يقترح هذه الفكرة عشان يمشي السلام في البلاد مش معروف مين مصدر الفكرة لكن المعروف انه اللي تبنها امام الكل درقبة واللي جاء لعب ذلك اللقاء وتقلقوا قاد سحر العاج للفوز هو درقبة فوز كبير بنتيجة 5-0 في مباراة غريبة كثير من الجيش في ارض الملعب وفي الجمهور رئيس الدولة والشخص اللي قائد الحرب التمرد عليه موجودين جنب بعض والجميع من كل الاطراف بيهتفوا باسمين اسم البلاد ونشيدها الوطني وديدي درقبة هذه المباراة تقال عنها حتى اليوم انها المباراة اللي انهت الحرب الاهلية الحقيقية في سحر العاج مباراة يقال فيها انه لو خسرت سحر العاج 20-0 كانت ستسجل في التاريخ فائزة لانه النصر كثير اهم من مجرد نتيجة المباراة بعد المباراة خرج درقبة بتصريح وقال اليوم عادت سحر العاج الى الحياة بعد المباراة الجماهير برح حاملة اعلام سحر العاج وصور درقبة الصحف البريطانية والصحف الفرنسية اللي مهتم كثير بالشأن الافريقي عم تكتب مباراة هزمت 14 اتفاقية لإحلال السلام وفشلت في سحر العاج جاءت مباراة 90 دقيقة بقيادة درقبة خلصت الموضوع حسب هذه الصحف نتيجة ذلك عين درقبة في سفير نوايا حسنة في الأمم المتحدة وكان في لجنة المصالحة الوطنية في عام 2011 في سحر العاج واختارته مجلة تايم من أكثر 100 شخصية تأثيرا في عام 2010 وهذه قائمة قليل جدا ما يدخلها لاعب رياضي لأسباب غير رياضية مثل درقبة طبعا للأسف رجعت الحرب الأهلية في سحر العاج ما بين 2010 و2011 لنفس السبب الرئيس لورانيك باكبو خسر الانتخابات فقال ما بدي أترك الرئاسة صار في ضغوط كثير عليه من بره ومن جوه وكان في حرب أهلية قصيرة هذه المرة كانت نهايتها أن هذا الرجل تنازل واعتقل وذهب ليه تحاكم بتهمة جرائم الحرب لكن قبل شهور قليلة تم الإفراج عنه لعدم ثبوت الأدلة رجل لما قرأت عنه هو مأجل الانتخابات 6 مرات بديه يمسك بهذا الكرسي لكن مزاج الشعب كان خلص اتجه أنه بدنا دولة واحدة بدنا طرف واحد ما بدنا أبدا اثنين يقودونا بدنا دولة هي اللي تقودنا والأشخاص هم بابنوها قصة الدرقبة وإيقاف الحرب الأهلية قصة بتوريك كيف ممكن كرة القدم تغير كثير في بلادنا قصة بتوريك كيف ممكن كثير تستفيد من لحظة الفرح الكبرى لما تكون عند الناس ما تكتفي بكلمة أو كلمتين حاول تعالب موقف خارج الصندوق زي ما عملوا درقبة في غرفة تغيير الملابس خاطب وما تتردد بعض الأحيان اسمك بيكون يكفي يغير كل الناس حتى لو كنت لعب كرة قدم في أمور واضحة ما بدها خبرة بالسياسة الشعوب لازم تكون متحدة كثير مهم تستخدم كرة القدم بعض الأحيان تصحي الناس من التنويم المغناطيسي حتى الأخو ما يحارب أخوه حتى الشخص ما يسمح بتحطيم وطنه لأنه الوطن إذا تحطم بحرب أهلية بده سنين طويلة حتى يتحالف مرة تانية مش مبدأ بنا وبس مبدأ قلوب تكون مع بعض وفي النهاية دائما ما في أغلى من الوطن وكل الناس اللي عندها مصالح فردية هي ناس ما بتفكر لأكثر من بكرة والوطن لدي يمومي دائما إن شاء الله نوصل هون لنهاية حلقة قصة الجمعة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري تقترحوا في التعليقات شو بتحبوا قصة الجمعة جاي والسلام عليكم ورحمة الله